والساذ سيد اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا دكتور يا مرحبا اهلا بي انا راكل عدت السبعين اعطاك الله الصحة والعافية الحمد لله الحمد لله عصيانا الله ما يلزمنيش الحمد لله حياتي كلها عبادة لله بعد عملي اللهم تقبل اللهم امين عندي ختم المصحف ده كل اسبوع الحمد لله عندي تسبيح الله في اليوم خمس تلاف مرة بسم الله ما شاء الله ربني ومعايا زوجة طيبة وبنت حلال الحمد لله انا بتحارب من الشيطان كتير يا دكتور ولذلك الشيطان بيحاربني بنبني مع ذلك دخلت معهد الديني وخبال سعادتك بتكلم على ابن ابن حضرتك ابني ابني ابن حضرتك تمام ابني اه سنه 18 سنة تمام وخبال سعادتك الحمد لله كمال لي كنت اخذ معايا الجامع واعظنا تعليم في العبادة والصلاة ولكن لما كبر عصامي ما اكلتش لعم حرام ابدا ادعو الله له بالخير دائما ولا ادعو عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعو العالى انفسكم ولا على اولادكم دعم ولدك يعصيك بمعنى يعني لا يسمع كلامك انه يعقك ولا هو الولد سالك طريق انحراف اقول له ما تمشيش مع العوال الفاسدة الشباب الفاسد ما يسمعش كلامي انا باجي بنام الساعة عشرة عشان اقدر اقوم قيام الليل تمام وبعدين انا بنام لاني باخد عليك كتير نفتح التلفزيون على المسخر هقول لت الادب تمام اللي احنا مش قادرين نمنع الكلام الفاضي يعني يا ريت اسمعني الشيخ الازهر لانه هو يعتبر امين المؤمنين يمنع الفسق والفسوق في التلفزيون ولا ابن اتعلموا الفساد من التلفزيون لو قلت له يا ابني صلي بقول لك ايه انا مش هصلي اقول له ده كذا يا ابني يا عصاني بكل حالة وانا تعبت وانا راكل هرد على حضرتك ربنا يديك صحة ربنا يديك صحة ربنا يديك صحة هرد على ساعتك حاج سيد طبعا بلغ من السن مبلغا كبيرا بلغ فوق سبعين عاما يعبد الله سبحانه وتعالى لكن اقول له اجعل هذه العبادة فيما بينك وبين الله لا تحدث بها احدا حتى لا تدخل منك في الرياء هذه نصيحة الي و الى كل الناس و الى كل المتصلين العبادة التي بينك وبين الله هي بينك وبين الله لا تخبر بها احدا لا تقول انا افعل و افعل و افعل و افعل و اسبح و اصلي و ازكي لا تفعل هذا الا لله الدين الخالص و ما امروا الا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء سبحانه وتعالى لا يتقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم لا تثني على عبادتك فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هذا أولا ثانيا الولد عليك أن تصبر عليه كن دائما نصح له اصبر على ولدك الولد في مرحلة سنية حرجة 18 سنة ده سن المراهقة شيء أكيد الزمام الأمر يفلت بعض الأمور خذه بالرفق بلاش الغلظة والشدة والقوة وصيغة الأمر خذ ولدك في حضنك خذ ولدك إلى حنانك كن عطوفا عليه أعطي له النصح والموعظة والإرشاد والتقويم الذي تريد أن تقومه به لكن بالرفق باللين بالهدوء إن شاء الله يستجيب لك إن شاء الله ومع هذا أبعد قدر المستطاع عن رفاق السوء وحل بينهم وبينه كل هذا مطلوب إن شاء الله ومع هذا عليك بالدعوات الصالحات لولدك وربنا سبحانه وتعالى سيكرمك فيه طالما أنك تطعمه من الحلال فأبشر بخير إن شاء الله نقطة نقطة نعود إلى ما كنا نتحدث فيه الثالث زياد بيسأل عن موضوع الأبوة ونقول له هنا جاء قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بولديه إحسانا وجاء قول الله ووصينا الإنسان بولديه حسنا لماذا قال الله إحسانا ولماذا قال الله حسنا قال الله إحسانا لماذا لأن الوالد الأم شأكيد فعل معروفا وفعل خيرا وفعل برا وفعل عطاء وبذلا وتضحية مع الأبناء شأكيد فعل هذا إلا ما رحم ربي فلزاما عليك أيها الإبن أن تقوم برد الجميل إلى أبويك الكريمين فهما علماك وثقفاك وربياك وأحسن إليك وفعل الخير كله معك الآن دورك أنت أن تفعل الخير معهما من باب رد الجميل وهذا هو معنى قول الله تعالى إحسانا أما قول الله تعالى حسنا فمعنى أن الأب لم يفعل شيئا وأن الأمة أهملت ولدها ولم يفعل معك شيئا بل أساء إليك وعقاك كم يقول السائل هنا هل تقابل هذا العقوق بعقوق مثله لا هل تقابل إساءتهما إليك بإساءة مثلها لا وأن ما عليك أن تقابل شرهما بخير من عندك وأن تقابل منكرهما بمعروف من عندك وأن تقابل إساءتهما بإحسان من عندك وأن تقابل جفاءهما ببر من عندك هذا هو المطلوب كل ما يفعلان تغاضعا كأنهما فعفال شيئا والآن كما قال الله وَقُنْ رَبِّيْرْحَمْهُمَا وَبِالْ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا عنهما وَأَرْضَاهُمَا اللهم أمين ترجمة نانسي قنقر